من فترة كنت سائقة رايحة الشغل والطريق كان زحمة يعني شوية فأسرحت شوية في الموبايل لحد ما العربية زي ما بنقول كده ايه ريحت على العربية اللي قدامي والله حاجة بسيطة جدا هو طبعا ما فيش حد بيشوف نفسه غلطان بس الحقيقة ان فعلا ما فيش حاجة حصلت العربيتين مش اكتر من انهم لمسوا بعد المهم نزل للرجل اللي كان قدامي في العربية بدأ يتعصب ويزعق فنزلت انا كمان بقى شوف في ايه شوية وبدأ يزعق اكتر وشبه الجماعة بيتنطط في الشارع وفقد اعصابه تماما لدرجة اني حسيت ان في حاجة انا مش شايفاها او ان العربية بتاعته اتقلبت مثلا قلت في حاجة انا مش اخدا بالي منها فضلنا على الحال ده لحد ما الناس ادخلت وهدته وكملنا الطريق ووصلت الشغل الحمد لله من غير اي حوادث دانيا بس طول اليوم في الشغل وكنت حسة اني مدايقة جدا كنت مخنوقة الحقيقة وزي ما بنقول كده على شعرة لدرجة اني كنت بتعصب من ادفع حاجة ممكن تحصل زي ان حد صوته ايه على شوية جنبي او ورقة كانت قدامي مش لقياها وهكذا من الحاجات اللي بتحصل طول الوقت مفروض ان ايه عدية كنت تقريبا حسة زي ما يكون في قنبلة جوايا عايزة اي لمس عشان تنفجر عارفينه ما الواحد يبقى على اخره كده حاولت قاعدي اليوم بسلام وفعلا الحمد لله عد على خير روحت البيت وحاولت ارتاح شوية وبعدها بدأت افكر هو في ايه ليه الراجل اللي انا قابلته الصبح كان متعصب بالشكل ده رغب ان الموضوع بسيط جدا ممكن يكون تافه اصلا وليه انا كنت مستنية اي غلطة من اي حد علشان انفجر في وشه رغم ان ما حدش عملي اي حاجة تدايقني ولما ركزت اكتر لقيت ان دي تقريبا بقت حالة عامة كلنا بقينا روحنا في منخيرنا زي ما بيقولوا مش طايقين حاجة ولا قادرين نسمع كلمة من حد وابسط حاجة ممكن نعملها هو اننا نغضب ونتعصب وطبعا ده بيحصل قدامه عصبية وغضب من الشخص التاني وبندخل بقى في دايرة ملهاش اخر الحقيقة انه الحالة دي ما بقتش موجودة بس عندنا او في دوايرنا القريبة اللي دي بقت ظاهرة في العالم كله حتى لو لسه ملهاش اسم على فكرة واضح بس في دراسات كتير بتتكلم عن ان الناس فعلا بقى خلقها ديق جدا ومش طايقة حاجة من حد ويمكن الموضوع ده ليه اكتر من سبب اولهم هو ان احنا فعلا بقينا مضغوطين اكتر من الاجيال اللي قابلنا سواء بسبب حاجات كتير منها الشغل اللي بقى واخد يومنا كله تقريبا بدل ما كان قبل كده عبارة عن عدد من ساعات قليلة بنسبها وبنروح وخلاص بيقاش لدينا علاقة بقى باللي فات كمان القلق اللي مسيطر علينا طول الوقت بسبب خوفنا من المستقبل او اننا نفشل في الوصول لطموحات واحلام حطينها لنفسنا وهي ممكن تكون خير قدراتنا تماما على فكرة وممكن تحتاج على عمرنا عمرين علشان نوصل لربعة تاني سبب تقريبا بقينا مجتمعات ما بتنامش هتنزل الشارع في اي لحظة في اي مكان في العالم هتلاقي الناس موجودين والمحلات فتحة واللي بيحصل الساعة واحدة الدور هو اللي بيحصل الساعة تلاتة الفجر كأن فكرة الراحة وان الجسمنا ونفسيتنا علينا حق ما بقيتش موجودة بقيت رفاهية انهم تحديدا لدور اساسي في الموضوع ده لانه بيدي المخك والجسمك فرصة يرتاحوا علشان يقدروا يبدأوا من جديد في تاني يوم بس الحقيقة لما بفكر في الموضوع ده بشكل اوسع شوية بشوف انها تقريبا محاولة اننا ما نشوفش عمرنا بيجري قدامنا يعني اللي شغالين طول اليوم مثلا صعب تقول لهم قدوا للكم بقى نايمين لان هما كده هيحسوا ان حياتهم بتتسرق منه فتلاقي الواحد مش قادر يفتحينه بس مصمم يخرج ويصهر مع صحابه او اهله علشان يحس انه عمل اي حاجة في يومه وطبعا النتيجة ده بتظهر تاني يوم الصبح عليه وهو مش مستحمل حتى حدي الكحة جبه اما السبب التالت فهو كمية المعلومات والمواضيع اللي مضطرين نتعامل معها فتلاقي يومك في الشغل مثلا ماشي بسرعة 100 مشكلة في الدقيقة تخلص منهم وتمسك موبايلك تفصل شوية تلاقي اخبار ومشاكل العالم كله بقت جزء من حياتك وشاغل دماغك واحنا اصلا مش جهزين لحاجة زي دي يعني البشر طول عمرهم اخرهم بيتعاملوا مع عدد محدود من المشاكل وفي دايرة معارف صغيرة ومحدودة لكن دلوقتي انت بقى مطلوب منك تحل مشاكل كوكب الارض كلها جوا دماغك لدرجة انك في لحظة معينة بتبقى حاسس انه راسك هتنفجر السبب الاخير بقى واللي انت غرقان فيه دلوقتي حالا وهو سوشال ميديا وطريقة خرزمياتها اللي بتوقعنا في كارثة مش واغدين بالها منه وده لانها ما بتورناش غير الكلام اللي عجبنا وماشي مع رأينا فبنحس العالم كله متفق معينا وماشي على مزاج نحن لحد ما نحط الموبايل على جنب ونبدأ بقى ايه نصطدم بالواقع وانه كل واحد فينا بقى عايش في عالم لوحده خالص معزول فيه وملوش دعوة باللي حواليه فما بقيناش عارفين حتى ازاي نتعامل مع حد رأيه مختلف او حد متضايق بسبب تصرفنا يعني مثلا انت لايه نفسك عامل كارثة بس الناس اللي انت اخترتوهم واختاروك على السوشال ميديا بيتعموك وبيسقفولك وشايفينك انك بطل فما تبقاش فاهم ليه لما تعمل نفس التصرف على الارض ارض الواقع بقى الناس عادي يعني الناس بتتضايق بتتعصب طب نعمل ايه بقى علشان نعالج نفسنا كلنا المرض العصبية والخل الدايق ده لانه دي حالة عامة يعني اول حاجة بشوف اننا لازم نعملها هي اننا نتكلم عن مشاعرنا وعن افكارنا والحاجات المخليانة طول الوقت عايشين في ضغط وده لاننا بنكون عاملين حلة اكل اللي موجودة على النار وبيفطل يزيد البخار جواها لدرجة انها ولازم في لحظة معينة نفتحها وندي مساحة للبخار ده يخرج منها فلو فضلت طول الوقت كاتم جواك كل حاجة هتبقى عامل زي اللي بيأجل لحظة الانفجار مش اكتر بس هي جاي تاني حاجة هي اننا نفتكر ان جسمنا لو حقق علينا ونفهم اننا في اوقات كتير بنعاقب نفسنا علشان نحس اننا قدرين نسيطر على يومنا وعلى وقتنا وعلى حياتنا بس في الحقيقة اغلب مشاكلنا مع الوقت وقلته هو اننا مش عارفين ننظم حياتنا وبنضيع كل يوم ساعات طويلة فحاجات ممكن بشوية نظام وترتيب نخلصها اسرع واسهل ونوفر وقت كبير نقدر نرتاح ونحس فعلا اننا بنعمل حاجة في حياتنا مش عارفين كل حاجة في نفس اللحظة وفي نفس الدقيقة او في نفس اليوم اما سوشال ميديا فدي للأسف بقى اللغز الذي حير العلماء والحل الوحيد اللي بشوف انه مناسب لها واننا نحاول نخفف حالة الادمان اللي بقت موجودة عندنا كلنا ناحية السوشال ميديا وانا منكم على فكرة ونحاول نتفاعل اكتر مع حاجات حقيقية في حياتنا نتكلم كده في التليفون مع الصحاب نشوف اهلنا ايه الاخبار حتى المختلفين معهم لان فعلا الاختلاف ده والله رحمة ومن غيره عمرك ما هتقدر تتطور ولا تندج ولا تتعرض لتحدي ممكن تتعلم في حاجة جديدة عن نفسك قبل اي حاجة على فكرة وطبعا فيه امشطة كتير ممكن تخفف عنا مسألة الضغط العصبي اللي عايشين في ده زي بقى اللي بيحب يتمشى ياريت لو حد بيحب الرياضة هوايات بسيطة بنحبها ممكن تبقى راية ترويات ممكن تتفرج على افلام ممكن يا سيزي تلون وده اللي بيرجعني لقطة مهمة جدا انا شخصيا بحاول حافظ عليها على قد مقدر وهي ان لازم يكون عندك وقت لنفسك ميتايم حتى لو ساعة في اليوم بتعمل فيها حاجة بتحبها غير الشغل وغير المذاكرة وغير حل المشاكل حاجة تسحلك كده معاها حاجة كده تاخد كل تركيزك وتنسى معاها كل المشاكل والخلاقات اللي دايرة في دماغك دي كانت حكايتنا النهاردة وياريت تكتبوا في تعليقات اقتراحاتكم وازاي بتقدروا تتعاملوا مع الضغط العصبي سواء عندكم او عند شخص تاني في دايرة قريبة منكم وهستاناكم نتقابل في الحلقة اللي جاية من حكاية معلمة بي بي